وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 460 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 112 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 59 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 52 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 754 قضية في مجال قضايا المخافز فضلا عن ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 70 طن من الأقماح المحلية في مجال مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلية